مرحبا بحضرتكم مرة تانية من بعد الفاصل تكلمنا في بداية الحلقة عن مشروع القطار السريع اللي عملته مصر مع شركة سيمينز وتم توقيع الاتفاقية وطبعا كان فيه اهتمام دولي كبير من وكالات الأنباء العالمية ده غير مشروع تاني كده وهو مشروع القطار الكهربائي LRT اللي تعمل خلاص ويربط بين محطة عدلي منصور ومدينة الفنون في العاصمة الإدارية الجديدة طبعا احنا كلمنا عن مشروعات النقل الكثيرة ويعني اقامة شبكة لقطوط السكك الحديدية السريعة في مصر بتربط 60 مدينة بقطارات تصل صراعتها حتى 230 كم في الساعة وتخدم 90% من المواطنين ومشاريع كثيرة جدا ليها علاقة بالسكك الحديدية نتكلم نهاردة مع ضفنا اللي منوارنا في الستوديو يعني بنرحب بحضرتك في البداية أهلا بيك يا فن أهلا بيك دكتور حسن مهدي أستاذ عندزة النقل وطرق بجامعة إن شمس أهلا بسياتك فن أهلا بيكم أهلا وسهلا أهلا بحضرتك شرفنا فن طيب في البداية تبعت ازاي يعني المشروع أو الاتفاق الخاصة بإنشاء القطار الكهربائي السريع مع شركة سيمينز حابين التكلم في موضوع ده لأنه مهم جدا صحيح يعني هي مصر بتشهد طفرة ونقلة نوعية في مجال النقل الأخضر أو الجر الكهربائي من خلال شبكة من المشروعات اللي تم البدء فيها على عرض الواقع من فترة طويلة من هذه المشروعات مشروع القطار الكهربائي الخفيف اللي أشارتي إليه اللي هو الـ LRT وهذا المشروع في مرحلة التشغيل التجريبي دلوقتي ويمكن دولة رئيس الوزراء ووزير النقل شاهدوا التشغيل التجريبي لهذا المشروع اللي أنا بعتبره همزة وصل قوية ما بين تجمعات شرق القاهرة والمدن الجديدة والرعاصمة الإدارية وما بين مناطق العشر من رمضان مرورا طبعا بالمخطة التبادلية عدل منصور وده هيكل دور جيد في عايزة أقول سرعة إعمار المدن الجديدة لأن النهاردة الناس عشان تروح تسكن في مكان أول حاجة هيقول إزاي يروح عشان يشتغل عشان يستثمر فطبعا الـ LRT أو ما يسمى بالقطار الكهربائي الخفيف ده هيكل دور كبير في دعم مشروعات التنمية المستدامة في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى ذلك الدولة شغالة من خلال وزارة النقل في تطوير شبكة السكة الحديد الحالية شفنا تطوير البنية الأساسية نظم التحكم والإشارات جرارات جديدة عربات نقل بضائع وركاب بس خلينا نقول أن شبكة السكة الحديد اللي احنا كلنا نعهدها لم يطرق عليها زيادة في أطوال السكة الحديدية بها منذ أن أنشئت وده ما يتنسبش مع الزيادة السكانية وطموح الدولة في خطط التنمية الموجودة احنا بنشوف كل يوم مشروع جديد بيتامل ولذلك كان حتما أن نبتدي في مشروع القطار الكهربائي السريع اللي بيربط مفاصل الدولة ببعضها كما حدث في المشروع القومي للطرق اللي كان ليه إسهامات كبيرة في تعمير مناطق وإنشاء مدن جديدة واستصلاح زراعي ومشروعات كثيرة تمت لأن النقل هو خدمة بتدعم مشروعات التنمية عمرانيا وصناعيا وسياحيا فمن غير شبكة نقل قوية مش هيكون فيه اقتصاد كويس مش هيكون فيه فرص عمل مش هيكون فيه مشروعات تنموية خصوصا أن كما تعلموا حضراتكم كنا عايشين على 6% من مساحة مصر فيه شريحة ضيقة حول الوادي ودنيل فعشان ننتشر على مساحة جهورفية أكبر ونحقق جودة في الحياة للمواطن كان لابد أننا البنية الأساسية وشبكة النقل تخدم هذه المشروعات فالقطار القهرباء السريع له 3 مراحل شغالين على أرض الواقع المرحلة الأولى من الأين السخنة حتى مرسى مطروح ودي طبعا لها أهمية وجدوى اقتصادية وفنية وعلى أرض الواقع المواطن يستطيع أن يرى حجم الإنشاءات وحجم معدلات التنفيذ والإنجازة التي تتم في الطبيعة من جسور من كباري من أنفاء من تجهيز المصار يعني أنا عايزة أقول برضو أن الاستثمارات بتاعة القطار القهرباء السريع جزء كبير منها كان له دور في إنعاش الاقتصاد المصري والشركات المصرية الوطنية العامة والخاصة لأن مش كل الاستثمارات والتكلفة رحة للجانب سيمانس أو للشركات العالمية المتآلفة للعمل في المشروع لكن جزء منها شركات مصرية وطنية زي الجسور والكباري والأنفاء والحمايات الموجودة والأسوار وغيرها على وعلى أن المرحلة الثانية من هذا القطار بتبتدي من مدينة السادس من أكتوبر وكان مخطط لها حتى أسوان وتم التصديق على أنها تمتد إلى مناطق أبو سنبل وبالتالي أصبح عندي غرب النيل قطار قهرباء سريع كما أشرت حضرتك بسرعة للركاب تصل إلى 230 كيلو متر في الساعة ده هيكون لي مرضوض على سرعة تنقل المواطنين وبالتالي تيسير الحركة ده هيكون لي مرضوض على الحد من الاختناقات مع الزيادة السكانية الطلب على النقل بيزيد فهيبقى عندي عرض جيد من وسائل النقل الموجودة بالإضافة للبضايا وده نقطة لابد أن نفرد لها مساحة شوية لأن النهاردة القطار ده هيبقى برضو في خطوط لنقل البضايا على هذه الشبكة فنستطيع من المواني المصرية أن نأنقل الحاويات أوديها إلى مناطق مواني جافة بالقربة من المناطق الصناعية على سبيل المثال مناطق أكتوبر والسادات والعاشة من رمضان وغيرها من المناطق التي أستطيع أن أسهل صناعات القيمة المضافة وأستطيع أن نقل من وإلى المواني البحرية المصرية بضائع باستخدام السكة الحديد وده لي مرضوض أيضا على تخفيف الحمولات الزيادة على شبكة النقل البري كلنا عارفين أن في مشكلة في الحمولات الزيادة من معدلات حوادث أو من استهلاك للرصف بشكل أعلى فالنهاردة لما يبقى في عندي نقل بالسكة الحديدة هيبقى في عندي اتزان في وسائل النقل الموجودة هيدخل شريك للنقل البري وليس منافس لها وده هيكون لي مرضوض أيضا جيد على وسائلنا الخط الثالث هيربط مناطق البحر الأحمر أو المرحلة الثالثة البحر الأحمر بإنال أقصر سفاجة الغرداء وده هيكون لي مرضوض على توطيد ربط الوادي بمناطق البحر الأحمر وخصوصا في بعض صناعة السياحة هناك الناس اللي بتيجي للسياحة في البحر الأحمر بتحتاج أنها تروح تشوف المناطق الأسرية في الأقصر فده هيبقى أمر سهل جدا بالقطار الكهرباء السرية وأنه يصل إلى المناطق الأسرية ويبقى رحلة مش هتستغرق وقت عشان يصل إلى المناطق ويبقى هو شاف المناطق الأسرية وفي نفس الوقت استمتع به عظيم وجوده في منطقة البحر الأحمر طيب مسألة الوقت مدة الرحلة يعني المواطن ممكن يطلع من محافظة إيه يروح لمحافظة إيه مثلا في وقت قديه يعني لو تحدثنا عن سرعة بنتكلم على 230 كيلو متر في الساعة فحضرتك لما تتحدث عن من هنا الأسوان لو بنتكلم على 80 كيلو فبنتكلم على أربع ساعات أو أقل كماني ممكن أن حضرتك تكون طبعا ده رقم يعني بنحلم بيه كنا من فترة طويلة وسنجده على أرض الواقع قريبا كمان عشان تروح من غرب الجمهورية في مناطق مطروح إلى مناطق الإسكندرية أو مناطق حتى العين السخنة بالسرعة 230 كيلو متر في الساعة ده هيكون ليه مرضوضة على تقليل زمن الرحلة وفي نفس الوقت الهدف مش بس تقليل زمن الرحلة لكن كمان إعمار المناطق لأن النقل بيبقى هو شريان للحياة في المناطق اللي بيمر بيها يعني لما بيمر مشروع للقطار أو مشروع لإنشاء طريق أو خلافه في منطقة غير مأهولة بتلاقي أن على إثر هذا المشروع بيتم تعمير المنطقة وبيتم إنشاء مجتمعات مستدامة مستدامة يعني لها سبل البقاء وبالتالي هو له أكتر من هدف منها دعم مشروعات تنمية ومرانية وصناعية وسياحية وفي نفس الوقت أنا بقلل زمن الرحلة كما أشرت حضرتك وفي نفس الوقت كمان المرضوض البيئي وده نقطة مهمة ويمكن المستشار الألماني في الكلمات المتبادلة في أثناء توقيع الاتفاق اللي شاهده فخامة الرئيس كان عندنا تركيز لأن الموضوع البيئي ده مهم جدا مع استضافة مصر كمان لقمة المناخ إن شاء الله قريبا أن انت مش هيبه عندك مبعثات غازية مش هيبه فيه عندك تلوث للبيئة نتيجة أن ده طاقة خضراء أو جر كهربائي ما فيش تلوث ما فيش نويز كمان لأن الضوضاء اللي بتنتج من الجر الديزل بيكون أعلى من الجر الكهربائي وبالتالي كل هذه الأمور لها اعتبارات بيئية تأخذ في الاعتبار إن شاء الله وهتكون نقلة نوعية وحضارية لمصر وهتساعد في أننا أربط مفاصل الدولة ببعضها وأننا أعظم دور السكة الحديد في نقل البضاءة وهيدخل الجر الكهربائي شريك لسكة حديد مصر الحالية إحنا لم نوقف التطوير الدولة ووزارة النقل شغالة ومعالي الفريق شغالين في تطوير كل مرافق النقل بما فيها شبكات السكة الحديد القائمة أو القطار القهربائي بمشروعاته الثلاثة أو مشروع الأرطي بالإضافة كمان لا نغفل داخل المدن زي مترو الأنفاء ومترو سكندري برضو شغالين ده كله جر كهربائي وده بيساهم في المناطق المقتصة والمدن المقتصة بالسكان المترو بيكون هو الحل الفعال فيها وبالتالي إحنا عندنا مشروعات للمترو سواء في القاهرة استكمال الخط التالت أو عندنا كمان الخط الرابع يمكن تحولاته المرورية بدأت خلاص أو اشتغلت في محافظة الجيزة وفي شرع الهرم سكندريا برضو عندنا مترو سكندريا تم البدء على أرض الواقع في تنفيذ هذا المشروع العملاق تحت رعاية وزارة النقل عندنا كثير من المشروعات التي الدولة بتشتغل فيها لا ننسى أيضا مشروعات المونوريل المشروعي المونوريل اللي هو الفضل بالضبط حالك بقى قلت حاجة مهمة جدا دلوقتي ممكن مواطن يسأل طب ما إحنا عندنا المونوريل وعندنا المترو الأنفاق وعندنا عملنا على الدائري البي ارتي هيشتغل على الدائري يعني ليه عملنا بقى الال ارتي يعني ممكن ده سؤال ممكن يسأله ليه المشاريع دي كلها بموازاية مع بعض هرد بشكل بسيط جدا هو داخل جسم الإنسان في دورة دموية الدورة دموية دي فيها شرعين كبيرة وفيها شعائرات دموية صغيرة وكل واحدة منهم ليها دورها الشبكات النقل نفس الكلام ولا بد أن تتكامل الشبكات النقل فيما بينها من خلال المحطات التبادلية كما أشرت حضرتك محطة زي عدل منصور وغيرها من المحطات التبادلية اللي أستطيع مستخدم وسائل النقل أنه ينتقل من قطار إلى الارتي أو إلى متر وأنفاء من خلال هذه المحطات التبادلية ليس ذلك وفقط ولكن أستطيع كمان أننا أنتقل من السكك الحديدية العادية اللي كلنا نعرفها على مدار عقود من الزمن إلى المشروعات الجديدة اللي هي بتشتغل بالجر القهربية أيضا من خلال محطات التبادلية إذا لابد أن يكون عندي شبكة متكملة لكل عنصر في الشبكة وظيفة من حيث السرعات ومن حيث الطاقة الاستيعابية ومن حيث مسافات النقل اللي بيتحرك بيها يعني كل واحد لي وظيفة مختلفة لي وظيفة مختلفة لما نتكلم عن المونوريل ده داخل المدن يعني هو بيربط العاصمة الإدارية الجديدة بتجمعات شرق القاهرة بمناطق مدينة ناصر لما نتكلم عن أكتوبر هلا يبيربط أكتوبر بزايد مناطق محافظة الجيزة إنما ما هواش لمسافات ما بين المدن ما هواش انتر سيتي لكن هو داخل المدينة بيؤدي غرض وبيحل وهيكون للمونوريل دور كبير جدا لأنه كله قطار كهربائي معلق يتحرك فوق الأرض وبالتالي ما فيش توقفات فيه تقطعات ما فيش تأثير للزحام المروري برضو صديق للبيئة لأن الجر كهربائي ما فيش نويز ما فيش كل التلوث اللي كان موجود من الوسائل السطحية حتى وسائل النقل العام الحافلات والميني باص بدأت دلوقتي تتحول لي على الأقل للغاز الطبيعي عشان نقلل من التلوث الناتج من الوقود الديزل وخلافه وده كله هيكون لي مرضود على تحسين جودة البيئة والحياة في مصر ويقلل الإنبعاثات الغازية وده هيكون لي دوره على تقليل تأثير الاحتباس الحراري وده مترابط مع قمة المناخ طيب دكتور حسن مصرات الـ LRT دي هاكون عاملة ازاي؟ احنا عندنا الـ LRT عندنا بيربط العاصمة الإدارية الجديدة بتجمعات شرق القاهرة وبيمر أيضا بمناطق مدينة السلام والعاشم رمضان وفي محطة تبادلية في عدل منصور يستطيع مستقل الـ LRT هو ينتقل إلى متر الأنفاء من خلال هذه المحطة التبادلية وهذه المحطة التبادلية فيها كمان خدمة مكوكية للمطار يعني أنا لو بستخدم الـ LRT أقدر أنزل في المحطة التبادلية وأخذ الحافلات الخدمة المكوكية أنا كنت أصدقى الطرق اللي هيستخدموها عشان يمشي منها القطار هل هيتعمل له قطبان زي قطبان السكة الحديدية هل هيطلع مسا الـ LRT هو قطار قطار عادي جدا قطار بقطبان وفلنكات ومصار بس هو يعني كلمة light rail أو هو حجمه ووزنه مقارنة وأبعاده أقل من القطار التقليدي وبالتالي بيقولوا عليه قطار الكهربائي الخفيف لكنه يقدر يمشي على قطبان السكة الحديدة لأن العادية تحكمتي عادي جدا وبتحرك بنظم تحكم كهربية وطبعا نظام التحكم بقى أحدث ما بنتكلمش على التحويلة والعامل والعنصر البشري لا خلاص المواضيع دلوقتي ما فيش مزلقانات كل التقطعات اللي موجودة على شبكة السكك الحديدية الجديدة محلولة بكباري وأنفاء ما فيش موضوع أن أنا أقف عشان يبقى في عامل مزلقان كما كان يحدث العظيم جدا إيه السلبيات اللي احنا بقى بنبطلها مع وجود شبكة مواصلات عالمية السلبيات هو يعني اللي موجود دلوقتي إن أنا عندي وسائل نقل عام وجماعي بنحاول إن إحنا نرفع من مستوى هذه الوسائل حتى نرتقي بدرجة الأمان اللي موجودة ونحقق أعلى خدمة للمواطن فلما نتكلم مثلا على البيئة أرتي اللي هيشتغل اللي هي حافلات النقل السريع اللي هتكون بديل للمقرباص على الطريق الدائري هي بتشتغل بنظام الجر الكهربائي يعني معناها برضو هتكون تأثيرها على البيئة صديقة للبيئة مختلفة عن الجر التقليدي بالإضافة إلى إن هيكون منطبق عليها نظم النقل الزكي بمعنى زي ما بتشوفي في بعض الوسائل المواصلات إن من خلال تليفون السمارتفون أقدر أعرف الأوتوبيس موجود فين أو جاي إمتى أو المصار بتاع الرحلة وتتبعه فوجود تكنولوجيا المعلومات والنقل الزكي هل نكلم عن عصر جديد تماما طبعا وده هيكون لي مرضود إن أنا أقدر أخطط الرحلة بتاعتي وأنا قاعد من الموبايل أو من اللابتوب أقدر أقول أنا جاي من أسوان رايح كذا هركب إيه وهغير فين وسعك إم ده عظيم جدا بس خلال متفقين بالنسبة للأوتوبيسات اللي هكون على الدائري مش كل الناس قدر تتعامل على الأبليكيشن أو على التطبيقات فأعتقد إن ده بيتطلب زمن تقاطر سريع هو زمن التقاطر ليه علاقة بالطلب على النقل يعني لما لما يكون عندي عدد كبير من المواطنين محتاجين إن هم يتنقلوا في فترة زمنية قليلة فأنا لازم أزود عدد الحافلات ويبقى المسافة ما بين كل حافلة والتانية وده هيتعرف من التجربة أو فترة الزمن لا مش من التجربة بدراسات فأنا فيش حاجة مطرقة للتجربة هناك دراسة للطلب على النقل اللي بتحدد بناء أنا عليها مثلا من الساعة سبعة الصبح لعشرة أنا هيبقى زمن التقاطر كم دقيقة الفترة بين كل حافلة والتانية وليل ولو بره ساعات الزروة وده بنعهدها حتى في الدول الأوروبية بتلاقي مترو الأنفاء بالليل بعد الصه 10 والحاجة تلاقي كل ربع ساعة أو تلت ساعة مترو لكن في فترة الزروة ممكن يبقى كل دقيقة أو نص أو كل دقيقة لأن انت عندك طلب على النقل عدد كبير لازم تنقله بالإضافة لأن محطات البي أرتي هيبقى كمان لاستخدامهم للتكنولوجيا محدودة هيبقى فيه شاشات موجودة وبتعرف الحافلة دي موجودة فين وجاية إمتى في المحطات في المحطات طبعا ودي كنا بنعهدها حتى كنا بنتمنى وإحنا بندرس أنا درست في فين فكنت بتمنى أن نشوف الكلام دو في مصر فالحمد لله خدنا التكنولوجيا من حيث انتهت ما بدأناش من التكنولوجيا القديمة لا إحنا كل نقل التكنولوجيا وتطبيقات والأل أرتي دا بالفعل موجود في دول أوروبا يعني السافر قبل كده يعرف أنه والمونوريل كمان موجودة أنا ركبت المونوريل في ماليزيا وفي بنكوك وفي ماليزيا مثلا من مطار كوالا لنبور للداون تاون بالمونوريل ياخد 35 دقيقة بالباص العادي ياخد ساعة وشوية ليه لأن كوالا لنبور زحمة فلما تركبي وسائل نقل سطحية بتقفي في تقطعات بتقفي في ازدحمات إنما المونوريل معلق ما بيقفش غير في المحطات بتاعته ما فيش إشارة هتوقفه ما فيش زحمة وبالتالي الموضوع بيبقى أسهل والمحطات بتاعت المونوريل هتكون محطات علوية لكن مزودة بسكليترز وسلال متحركة ومصاعد كهربائية وبالتالي هيكون فيه سهولة للوصول لها والتعامل معها كمان هيكون يعني أعتقد مرغوب بالنسبة للمواطن خصوصا في المدن الجديدة لأن أنا زي ما قلت لحضراتيك النهاردة لما نقول لمستثمر أو لطالب أو لحد روح سكم في مدينة جديدة أول حاجة بيسأل فيه خدمات إيه وهروح إزاي فالدولة شغالة كويس جدا على توفير وسائل النقل والبنية الأساسية وسائل النقل مختلفة مش بس المونوريل لأن احنا كمان لو بنتكلم على عاصمة الإدارية الجديدة ما احنا عملنا توسعة إنشاءها دي بتخدم المدن الجديدة بشكل عام من فعل وفر وقت جدير أوي لنا إحنا كمواطنين وإحنا راحين من وإلى مكان يعني في الوقت علشان كمان نقدر نقلل من الزحام ونشجع الناس أنها تطلع بره الوادي الدي وتنتشر على مساحة جغرافية أكبر فيكون فيه جودة في الحياة وفرص عمل لأن التوسع الرأسي إحنا جربناه في الوقود الماضية كان بيؤدي إلى مشاكل كثيرة فالنهاردة في التعليم مثلا وكسفات الفصول وفي المستشفات وما انتشر على مساحة جغرافية كل منطقة فيها خدماتها وفيها مدارسها وفيها مستشفاتها وفيها فرص العمل بتاعتها فده طبعا هيكون أفضل وإحنا بنشوف على أرض الواقع يعني لما بنزور مدينة جديدة أو منطقة بنلاقي كل شوية فيه جديد بيتم على الأرض ومشروعات النقل هي خدمة بتقدمها الدولة من خلال توفير قطاعات مختلفة ووسائط مختلفة للنقل داخل وخارج المدن وأعتقد أن المواطن بيشهد طفارات كبيرة وإن شاء الله القادم يكون أفضل بكل تأكيد طيب وحضرتك بتتكلم عن تطوير كل وسائل النقل ذكرت نقطة مهمة جدا وهي مسألة نقل البضايا عن طريق السكة الحديدية عشان نقلل الضغط على الطرق وتكون الطرق جيدة نقلل الحمولات على الطرق تقلل الحمولات فتقلل الضغط فنقدر أن نستمتع بالطرق لفترة أطول من غير ما تبوز وإحنا بنشوف النقل اللي بيعمل إيه في الطرق لكن احنا عندنا تواجه من الدولة في بعض الطرق اللي بيكون فيها طرق خرصانية أنها تكون خرصانية شوف هو لما بتيتحل مشكلة بتحلها ببرنامج زمني أنت ما كنتش تقدر تقول أنا هتعامل مع الطريق برصف تقليدي اللي هو الرصف الأسفلتي من غير ما تكون جاهز بالبديل البديل هو النقل بالسكة الحديد سواء السكة الحديد الحالية اللي طورناها أو مشروعات النقل السكة الجديد زي القطر القهرباء السريع فعلشان ده يتم كان لابد أن أنا أحل حل مرحلي علشان أقدر أستوعب لأن أنت ما تقدرش هو القانون بيجرم الحمولات الزيادة لكن أنت عشان تطبق ضع لأرض الواقع لازم يكون عندك البديل صح ما أنت عشان تمنع الناس أنها تشيل حم وخلي بالك أسطول النقل البري الموجود لا يفي بحجم المنقلات أو البضاقة اللي تنقل يعني فيه ناس كانت بتتخيل أن السواء اللي بيشيل بضاقة زيادة على العربية ده شيء من الجشعة لكن هو ليه علاقة كمان بحجم الأسطول اللي موجود يا لما يبقى الأسطول اللي عندي وطبعا ليه علاقة بالتكلفة وزيادة أسعار الوقود وحاجات كثيرة أخرى فالحل اللي تم أن أنا بحاول أعمل في الطرق والمحاور اللي تم تطويرها أو المحاور الجديدة أن أنا بعمل مصارات منفصلة للنقل السقيل وهذه المصارات بيكون من الرصف فائق المقاومة أو عالي المقاومة اللي هو الرصف الخرصاني وبنفصل حركة النقل عن حركة العربيات الصغيرة لتأمين حركة المرور علشان خاطر يبقى عندي معايير سلامة مرورية أعلى ونقلل من البوتينشيال فور أكسيدنت أو احتمالية وجود حوادث على هذه الطرق ده يرفع خلال مؤشر جودة الطرق خلينا أقول أن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصاء مش كلام مرسل قالت أن المشروع القوم للطرق وتطوير المحاور ساهم في خفض معدلات الحوادث بنسب تتراوح من 25 إلى 40% وهذا الرقم منطقي مع ما تشهده شبكة الطرق من تطوير وإنشاء محاور جديدة في إطار المشروع القوم للطرق في نفس الوقت الدولة شغالة ما كانتش مستنية لما تطور الطرق وبعدين تبدأ سكة حديدة الموضوع مش كده ده فيه مشروع قومي الدولة ووزارة النقل ومعالي الفريق شغالين عليه والقيادة السياسية بتؤاذر وتساند قطاع النقل إيمانا من الدولة بأن قطاع النقل داعم لمشروعات التنمية من تبتطمح أن أنت تعمل مشروعات تنموية على مستوى الجمهورية بالكامل لازم الطموح دوا على أرض الواقع يكون بيدعموا بنية أساسية قوية إحنا بالفعل يعني حضرتك قلت لنا أنه مش بس في طفرة النهاردة لا إحنا النهاردة شايفين عصر جديد تماما بمورية جديدة فعلا بالفعل فعلا مش بس سكك الحديد في الطرق في كل حاجة وده انعكس علينا إحنا كمواطنين إجابين حضرتك جاوبتنا على أسئلة كثيرة جدا منها يمكن أهم سؤال هو المشاريع دي كلها بتتوازي مع بعض بتقدم لنا إحنا إيه كمواطنين كل شكرا لك دكتور حسن مهدي أستاذ أندست النقل وطرق بجمعة عين شمس نورتنا متشاكلين على الشرح التفصيلي ده شكرا لحضرتكم